السلام عليكم كثيرين البنات لبسائيكم نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير هنا جيت نشارك معكم العراضة التي كنت قلت لكم ما قدرنا في البلاد صراحة شحال هذه مدة مبقيت حتى لكم تشي فيديو وكنت محتفظة بهذا الفيديو هذا العراضة التي كنا قلت لنا في البلاد فات العيد الكبير المهم فات العيد الكبير بشحال فات العراضة للشي نسي ازاز وقلت ما قدرنا نمسح الفيديو ونحطي لكم ان شاء الله حين تصراحة كنت مريضة هنا كنا قلنا شلادة ودرنا مهمة لحام ودجاج ونحطي لكم مع الفيديو اللي بنات حتى لخة ان شاء الله وبنسبة لهذا البنيو هذا دي رفيه ثلاثة ديال الحمضة مصيرين تحنتهم هكا مزيان كما كتشوفوا ثلاثة ديال الحمضة مصيرين مطحناهم مزيان مزيان وقد ندير معهم جوج دمات ديال الزعفران كما كتشوفوا جوج دمات ديال الزعفران واللي كتعجبها الزع ما اللي ما كيعجبوهاش هاد دمات هادو انت غير زعفران شعرة ولا زعفران الحر انا بالنسبة لي رباقي انت غير زعفران الحر بالنسبة لهذا الحمض كي اعطي واحد لما ده قلت جوج دمات ديال الزعفران كي يجي يا سلام مهم هنه غادي ندير جوج دمات ديال الزعفران صراحة ديموه كما قلت لكم في الول ديالفيديو انا مصورة عم هاد الفيديو هادا ولكن صراحة ما كنتش قدرت هكا كان ديال المونتاج للمونتاج كيشت الوقت بزاف وكنت مريضة والبنتة والبنتة باقي مريضة الله يشافي صافيا ودعوه معي الله يشافيني يا ابب ان شاء الله غير قلت عندي شوية ديال هادا وقلت بالاتي قد نصور لكم هنا دايرة البزار دايرة شوية ديال البزار هنا وهنا يبدايرة شوية ديال خرقم هنا دايرة شوية ديال زعفران شعرة هنا شوية ديال سكنجبير على حسب كل واحدة وشنو كيعجبها هنا شوية ديال بسي بيسا غادي ندير شوية ديال بسي بيسا وشوية ديال قاقل وشوية ديال العطرية ديال الدجاج والملحة صافي والربع بالنسبة للتومة حتى هي درت التومة والبزار والعطرية ديال الدجاج وزعفران شعرة والدمة ديال زعفران وقاقلة وبسي بيسا والسمن والحامض ندير واحدة نسكاس ديال الحامض والخرقوم ونخلط وضعت الربيع ونخلط دابا وندير الزيت البلدية والزيت الرومية ونخلط 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 ونقلط ونخلط وننشغل ونحن ونشارك معكم ججرة ونشغل و بالنسبة للحم هنا سوف نشرم اللحم هنا عندي عباط القرفة و معلقة كبيرة سكن جبير و معلقة صغيرة البزار عندي ثلاثة حبة المسكة الحرة و معلقة صغيرة خرقوم البلدي و عندي واحد طمرة و عندي واحد دمة زعفران و شوية زعفران الحر و عندي كاس دية زيت المائدة و معلقة صغيرة سمن و كاس دية الماء حسب يتكشو شوية البسيبسة و شوية دقة عقلة و احتى هي ضروري مدينة و بالنسبة للبنسبة للقرفة و كتخلي واحدة تكتشحروا هذا الشي كله مع اللحم و معلقة زيت و اللحم عندي اللحم ديال الكتف و خاسرها لجزير للمنجر قطعة صغيرة بزاعة فأنا كنت بغيها كالطرفة كبار وذلك الزرق تعلينا للحم وهم صغيرة شوية كما تشوفوا معايا ولكن مشكلة سنعود لكم بالنسبة للعطرية وعندي لبسات خمسات لبسات مشلدين جوج عباط القرفاء عندي معلقة كبيرة سكنجبير ومع النصف معلقة صغيرة ديال البزار ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم ثلاثة الحبة ديال المسكة الحرة وحتو وحدة طمرة داروري كان دير طمرة معلحم والدمة ديال الزعفران والدجوج وكاس ديال العنبة ديال الزيت المائدة ومعلقة صغيرة ديال السمن وجوج التومات ونصف كاس ديال المهكة تديروه في الخرق والربع والعطرية ديال الحم حتي تديروها صافيلا بغيتو تديرو حتى كاس ديال الكوكا كيعتاه واحد مادا قزوين هي صراحة رامو وضيال رامشي صحية دعمو ولكن بغيتو تجيكم هكال الحم كوزوينة كتديرو حتى الاخر تديرو حتى الكاس ديال الكوكا صافي المهم تدير معلقة كبيرة ديال العطرية كيما كتلكم ديال العطرية ديال الحم وزع فرنة شعرة تشحروا كل شي مدة 15 دقيقة تديرو حتى كبيرة كيما تديرو الحم لن نسواها لكن ما يحبت لكم حتى تديرو الحم كبيرة في مددها لن ادركتها كهذه انا لن ادركتها كاكا لن ادركت الوز 100 جرام اللوز كاس العنب طحنته مزيان 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 حتى الغبرة وضع المرق محطة باللحم وطب كل شيء كاس اللوز طحنته مزيان مزيان بحل غبرة وضع المرق فاولا اعطاها مزيد وعطاها مزيد ولكن لا تشاهده لإعطاء الدجاج ادعوا مزيد ولكن لا تشاهده مزيد ولكن لا تصبح نظر حتى الغبرة واللحم سوف نزيد الماء ونزيد الرحم سوف نردها طيب هنا كنطيبنا غير في الكوكوت وفي الخر عاد رجعنا هكذا الطواجن كما ستشوفوا معي المهم في الخر سوف نزيد واحد شوية ديال الزعفران الحر كما قلت لكم وغادي نشعل الكوكوت وغادي نخليها دابة حطيب على المهل الزعمة وان شاء الله نشارك معكم في الخراد الحمادي هناك نسبة شوارما لديه قليلا الزعطر ، سكنجبير ، الخرقوم و البزار و الملحة و العطرية الدجاج سوف نتعود معكم المقادر هناك الملحة و سكنجبير والبزار و العطرية الدجاج و الدروس الملحة والزعطر وطبيعة و الخرقوم سوف نغطيها بسلوفون ونغطيها بسلوفون وتشرب مزيان سوف تشوفوا معايا ان شاء الله هنا فاش كنت نقليه في الزبدة سوف نقليه في الملحة كنجبير البزار العطرية ويجتمات الدروس والثوم مع القصغيرة الزعتر ومعقصة طبيعي والخرقم سوف نشحر كل شيء نقوم باش ننسى شي حاجه سوف نخلط هذا الشيء ونغطيه بسوء ونغطيه بسوء ونغطيه بسوء ونغطيه بسوء ونغطيه بسوء ونغطيه بسلوفون ونغطيه بسلوفون ونغطيه بسلوفون ونغطيه بسلوفون حتى تشرب مزيان مزيان سوف نشحرها كيفية فيديو الزبدة كما سوف تشوفه معايا وفي نسبة الى دور التحليه التي سنتقوم هنا سوف ننهي بسكوين ونغطيه بسكوين ونجد كوكيز ونغطيه بسكوين جوج حلوات داك شي علاش درت هكا بالطوبل كديرو ستة ستة باكيات هكا ديال البيسكوي هادا اي بيسكوي بغيتو المهم كيعيش بكم انا دايرة هنا يا ثلاثة ديال دايرة هنا تناش حينت عنا درت جوج جوج الحطات دركت تناش طحنطه بحال هكايا ودرت معوهم واحد كوكيز ديال جوج درهم الى درتون تومي ستة غديرو غير وحدة الى درتوا ستة كديرو غير كما قلت لكم دائرة 12 بيسكويت ودائرة معهم واحد جوج درهم هنا من بعد مطحن البيسكويت ديالي هزيت هذا ديال كوكيز هذا وبقتها كغير كنفرت بيديا ما بغيت وشي باش يجي هكام قرمش يعطي واحد القرمش لديك الحلوى ديالي من اللي غدي تشوفه معي كما قلت لكم ستة ديالي بيسكويت اي نوع بغيته ويكون صغير مش كونش داك الكبير تاني وصف يقدير واحد كوكيز درهم انا درت ديالي جوج درهم عندي هنا واحدة كاس ديالي عن بادي اللوز هكام في الساخ ومقلي ومهرمش كاس ديال اللوز كما قلت لكم في الساخ ومقلي ومهرمش غدي نخلطوها كما مع هاد البيسكويت ومع ديالي الكوكيز وهناي عندي النيس لي كما كتشوفو غير عادي ماشي كاراميل غدي نخوي النص ديالون نص لاخور غدي نخليه غدي نخليه اللي حلوى الخراح حينت هنا يا دايرانة غير ستاكي ما قلت لكم وباقي غدي ندير الخراح غدي نخلط انا هناك نخلط غير بيديا باش نتحكم نخلط داك شي مزيان مزيان عارفك ما غدي جيكم هاد الفيديو طويل بزاف ولكن صراحة ما بغيتش ندير فيديو على نقسمه على جوج اهنا دير زبدة زبدة على حسب الكمية اللي غدي تخلط لكم هاد الخالط باش يجي هكا طعب التصف داك هذا الهدى تقريبا ما كافر توجد نس كاس ما كاملش نس كاس داالزبدة تقريبا لاحسى بعين كم يذن كوم قد تبقوا ديفو الزبداء قد تخلطوا حتى تشوفوا داك السمك كما تشوفوا هنا بدأت تتعجن يعني باركة لم يكملش حتى ذاك وصفي خضيت هذا الإطار هذا ولا هاد السلكل لبست لي هكا السلوفان ودرته فيها التبصيل ودرت فيه ذاك ذاك البيسكويت ياليس تحتوه هكا مزيان مزيان ودخلته للتلاجة هنا صوبت كريم باتي سير العادي سيطرة الحليب وجوجة لمعالقة السكار وثلاثت لمعالقة الكريم باتي سير داروري يقديروا 3 تلو معالقة الكبار دي الكريم باتي سير وصفوا يدرتهم فوق العافية حتى عقدات لي ديك الكريمة ودرت ليهم واحدة لمعالقة صغيرة ديال الزبدة غادي نخلط هاد الكريمة هادي خلطها دابا كان نقول لكم بحيلا يلا غادي نبدأ معاكم خلطها مزيان مزيان وخليتها كبش تبرد هنا اخذت هاد الكريمة هادي غادي ندير معها نسكس ديال غادي ندير معها كاس مع مرش ديال السكار غلاسي غادي نطلعها مزيان 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 أحسن كريمة اسي هادي الماركة هادي حتى سوف نخلط كريمة سوف نخلط كريمة ثم أخذت 200 جرام شكولات البيض ونخلطه مع كريمة من بعد ما بردت كريمة برد سوف نخلط 200 جرام شكولات البيض سوف نخلطه مع الكريمة سوف نخلط كريمة كريمة تسمى كريمة بالنسبة للشكولات البيض والكريمة وهذه الكريمة من بعد ما نخلطها ما هي الضوء للشكولات والكريمة هي اللي تقبط لنا من الأحسن تكتر الشكولات وكتكتر الكريمة هي اللي تعطينا الضوء للجيلاتين وكتكتر الضوء للجيلاتين وكتكتر الضوء للجيلاتين لتقبط كريمة وكتكتر الضوء للشكولات البيض كما أخبرت لكم هنا أخبرت البسكويت من التلاجة سوف نخلط هذه الكريمة لا أقلط حيث ما كانت لديها مسجل قال لي التلفون والتحرك وذلك لقد صورت لكم نصف أخذت 1 نص تقديت و عاد تكملت خويت النص لاخر و الكريمة رحت هي قسمتها على جوج بحال هذا بقى هنا بحال إلا درتوا ستركم كديرو غير نصي طرو أنا هنا يطرح أنا دير جوج إلا درتوا وحدة إلا درتوا غير ستركم مع واحد دي لدرهم كديرو غير نصي طرو سوف هنا رجعت لدك الدجاج ديالي غادي نقليه درس هنا واحد شوية ديال زبتها كفا في المقلاء و غادي ندير عليه دجاجها هو من بعد ما تشرب مزيان خليتوها كفا دلاجة قطعتوها كشرائح طوال كما شرحت لكم زي ما موريتكم شفاش كانت قطعتوه و غسلتو ذاك الشي سوف ينشحروها كفا و عندي هذا القمح هذا غادي نسلقها كفا الماء بالنسبة لهذا هو باش غادي ندير شلاده غادي نسلقها كفا شوية ديال الماء هنا يدير الماء و شوية ديال الملحة وهنا ديالك دجاجها هو طيب هنا يغير في الزبدة بوحدها سوف ندير هذا غادي نسلق مع شوية ديال الملحة كما قلت لكم وبالنسبة لهذا الدجاج من بعد ما حيتو من هاد المقلاء و بديك العطرية بقاتل هنا في المقلاء درت فيها الكروفيت غادي شوية ديال الكروفيت غادي نعمر بها الانانس وبالنسبة لهذا القمحة المهم هنعرها مسلق سوف يسلقتوه صفيتوها كامل ما سقيت هذا درتو معا شوية ديال الملحة حتى تسلق غادي ندير معاها كالدراء بالنسبة لي انا هاد باش غادي ندير شلادة ما غاديش ندير انا الروز ما درتش الروز و درت معاها كالزيتون بلعد مقطع هكا طرف صغار كما قد لكم ما درتش ما درنش حنا الروز و درت هاد الزيتون هذا الطون هاد في اذة ديال المرجان من الزيتة البلدية يجيخ في مضاق وواعر فينا و خشوية و غالي ما غالي على العادي ولكن ذهو يجيخ بنين في استهل المضاق و و انه بالشوف هو اللي درنه ديال الزيتة البلدية ديال المرجان كما قلت لكم هنه غادي شوية ديال العسر ديال الحامض احنا فضلنا انا فضلت هنا ندير هاد القمح هذا ما نديرش الروز ديك شلادة العادية ديال الروز فضلت نغير وشوية شي حاجة ندير وشي حاجة كم غيره كما قلت لكم وهنا غادي ندير المايونيز وشوية ديال الخص الخصة كم قطاع كي يعتغير اللون وكي يعطي واحد لما تقحته وزوين وهنا يقدر نقدرت المايونيز هكا المايونيز بزايد كي يعطي واحد المايونيز وشوية دراء والطون وذلك الزيت دياله وهو فيه الزيت البلدية درتوا بالزيت دياله كما اشتو معايا والدراء وذلك المايونيز وذلك الخصوش كي يعطي واحد لدون زوين ديال الخبز العربي هادا قطعتو هكا دواور كي مشتو وصافي وبديت كندير علي هكا المايونيز بديت ندير هنا يا كندير هنا يا شوارمة صغورين ولا ميني شوارمة ديال مايونيز وبديت كندير واحد شوية ديال الخص هكا مغسول مزيان وغسلته حتى بالخل وكندير واحد شوية ديال الفرماج هكا من الفوق وكندير واحد طريف ديال الجاج اللي شحرت في الزبدة اللي شتو معايا وهذا داك الدجاج اللي شحرت معاكم في المقلة اللي درت ليها هكا زبدة كي جا هادا صراحة بنين جا زوين صراحة جا المدى قد يولفن جا زوين بزاف صافي وانا كان خديد هادا المقابط هادو صغورين زع ما غير ديال بحال هادا هاد المقبلات هادو وكي يصلحوا غال المقبلات صافي وبديت كان نشد بيهم هادا القناة هادو ديال هادا هادا الشوارمة صافي هنا شاركت معاكم صراحة بديت كان نقصها كاف الفيديو بزاف ديال حواجها كان نقصتو ما كاف الفيديو باش ما يجيش بزاف 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 طويل ما بغيتش ان كما كنت لكم نطول عليكم وفي نفس الوقت ما بغيتش ان نقطع بزاف ديال مراحيل صراحة نصحكم تجربوا هادا ميني شوارمة هادو بهاد طريق هادي والله يلا غير يعجبوكم بزاف بنانو سهلين ما فيهم شي حاجة اللي وعرا ولا صافي هنا يا درت كنت انا درت جوجة باصل عامرين بهاد ميني شوارمة هناخديت تفاح واحد جوجة تفاحات قطعتهم هاكا ودرت لهم شوية ديال الحامض ادرت معهم الزيتون كما كتشوفه ما عدرت مع تفاحات سليمي هادا غير ذاك ماشي قدموها اللبزعمة وهناي الاناناس حتى هو قطعته هاكا ذاك الاناناس حتى هو مربعة شوية هاكا صغر قد ندير معهم المايونيز بالنسبة لهذا الخليط هادا قد نعمر به الاناناس من بعد ما خويته هاكا من داخل هاكا من ديال الحامض ادرى الكروفيت لي شحرت معاكم فما عديك الزبدة لي شاطلية فما عديك العطرية فشحرت الجيج داك الخلطوا هاكا مع هاد الاناناس ودفاح هانتمه هنا يا بعد ما خويت داك الاناناس وشتو معايا خلطت مع هزبيب تفاح والاناناس وشوية ديال المايونيز وبدي تك نعمر هاد هاد الاناناس هاد بدي تك نعمره هاد بدك الخالط باش هكا غدي نزوق باش لاذا ديالي وهنا يلحم شتون انتم وما وخا هنا صراحة ما بيينتاج لكم مزيان جات هكا زوينة وجات بنينة بزاف وجات نضغ مرا يا سلام هنا هدى بغدي نردها للطواجة ان شاء الله وهدي ياش لاذا ديالي من بعد ما قديتها ما شاركتش معاكم فاش قديتها مهم دير الباربا دير البطاطا دير اللوبيا دير خيزو دير الداخل تم دير ذاك ذاك اللي دا شاركت معاكم مشات ليسميتو ذاك ليبليل مهم اللي درت في الوسط هكا وهنا يدير الشاور عدوك ميني شاور ما هكا في الطباس اللي في الفوق وفي مفرشة الخص وفي جنب هكا ديرا دك اللي ذكرنا في الشهادة ديرا لانا نس هكا معا مر كي مشتو معايا فاش ونزوقت هكا بزوقت هكا بلبيض ديال السمان كي ما كاتشوفو المهم حاولت زوقت شوية بشوية هنا حنا كنا قلت لكم كنا ديرا نجوج حتى العيالات والحتى الرجال داك شعلا كي يبان لكم حنا يا ديرين جوج وخا صراحة كنت مهلوك وكنت مريضة طال واحدة درجة اللي ما تصوروش كانت كان نخدم واحد شوية مشي نتكا واحد شوية نخدم واحدة ما فين بدا فيه اللي مرت ديك الساعة اللي كنت صراحة كنت مريضة بززاف واخا كده كانو جاين طيب ما كنتش قادرا نجلس وبديت هكا كنحاول كان مشي كان دير شوية وصف يقع في اللحظة فاش كانو غادي يدخله صف يشدني ذاك شي بززاف حتى قلت عنا واش غادي نموت وكنت كعا كنت جهد هنا هيا صف يجيت غير الطرف هاش كنا كن طيبو ما صورش لكم ذاك شي مقادو محطوتو جيت كنصور لكم ذاك شي عادي هنا يادر نجاج وهنا كنت رتلكونا في حتى يوف الفران ودت فيها البيض ديال السمان هكا في الفوق ودك الدجاج ديال هذا التبصير ديال الرجل والاخر ديال العيالة وكينا اصلا الاخر باقي في الطواز زي ما كان هكا ديالنا وديال الدرع ودك شي ولا تخويا وبالنسبة للحم هنا يرجعنا للطواجن هنا درت لغي البرقوق ولمشمش هكا المشمش درت فيها البرقوق درت فيها البرقوق في الداخل ودرنا اللوز هكا من الفوق درنا رجعنا ذاك الحمز عمال الطواجن أخا ما كنتش أنا بستنتعب هاد شي كل ما ما كنتش حسبها ذاك الماضق ولا اغلبية الحاجة ما كليتهمش ما دقتهمش لا مهم الله يغفر فيها الدنوب وصافي الحمد لله على كل حاجة يعني كما كتشوفوني من الطينوم كيس يسخنوا ذاكا ذاك الطواجن هكا جو مضغمرين وجو بيا سلام صارحة شهي هوني دابا كنشوف فيهم تشهيتهم وخانا ما كعننا كل دبال الحم لتا حاجة المهمة ليناش هنا كنت كنشارك معاكم غير هاد ليفغين ما شاركتهمش معاكم حين صارحة كما كتلكم كنت مريضة ما شئ انا قدمتهم في هادا في هادا ديال البلاستيك غير كنت حطيتهم هناك كنت صوبتهم وبغيت نقطيهم بسلفا باش ندخلوهم لكل جاي بردو وقلت بلاتي غادي نصورهم لكم داتال بنا تحطي اللي فيغين إن شاء الله شي فيديو غادي نصورهم معاكم إن شاء الله ونوري لكم بطريقة داري فوما كسمي دامع الحليب وذك الشيء وحنايا بتحديد نصورها على هذه الشكلها داركت لكم داريت معاكم ذك الشيء عادي جدا جزلت هنا يا قالت لهم مجيبوا ليت تليفون ومبقى نصور هنا ذيك الحلوة من بعد ما خرجتها كامة اللاجة قدرت لها اللوز إفلي من الجناب ودرت لها اللصوص دي الكرامي الملفوق ودرتها في التبصيل وغير ثم ديرها ذيك تبلغ غير من التحت باش غير يكون هكا عالي باش نصور مزيان ودرت هنا يدي سير في الجناب وخا ما قدرت شذك شي مزيان كيما قدرت لكم هنا ديرها اللاح والمهم ذك الشيء العادي ديالنا المهم مرة شحا من حاجة ما صورتها معاكم شحا من حاجة صراحة كنت مريضة واحد طرجة اللي ما تطوروش والله العظيم إلا كنت كانت شهد دا كمهار أنا قدتها في غادي نموت هنا اطلقني جداني شوية الحال وجيت هنا قدت القطبان ودرنا ليهم القطبان هكا القوتي والحلوة والمكسارات وآتاي المهم ذك الشيء عما صورته هنا رجلي كنت قلت لي انت اللي تطيب لنا القطبان ومع آتاي وحطينا ليهم وهذا هو الفيديو ديال البنات نتمنى إن شاء الله يجبكم وما تنسوش تديروا اللايك وبسامع لكم حتى الفيديو آخر إن شاء الله بحول الله